بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بكملين مع حضرتكم خطرت الفجر بعتذر عن التأخير كان عندي اجتماع ورجعت منه متأخر شوية فربني يتقبل من الجميع وأشكر الناس اللي انتظرتني بفكر حضرتكم كل يوم بناخد مع بعض نيتين نية قيام الليل وإحياء الليل والنية التانية هي نية حضور مجلس العلم قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله أنا جليس من ذكرني فإحنا بنقيم الليل في حضرة الله سبحانه وتعالى وفي حضوري مع الله جل في علام كل مرة بقرأ لحضرتكم حاجة معلومة من اللي قرأتها النهاردة وأنا من الكتب اللي في إيدي بقى لها فترة هو كتاب إنسان بعد التحديث لدكتور شريف عرفة الكتاب دا من قامت على الكتب الحقيقة وأفيادها وأكثرها كرما في العلم حقيقة الكتاب دا جميل جدا جدا وأنا يعني خلاص يعني الربطة خلص الكتاب في الصفحة عدت الصفحة المتين الكتاب بيتكلم على مراحل تطوير الإنسان والحقيقة إن الدكتور شريف في الكتاب دا عنده كرم علمي يعني أغلب المعلومات دايما بيكتب مصادرها فبيديلك ثقافة على مصادر تطلع عليها أنت مكنتش طرفها قبل كده والكتاب مفعم مليان بالاستشهادات بأقوال الناس المؤثرة في الحياة عموما أي أن كانت تخصصهم يعني فالكتاب فيه كرم علمي كبير جدا وفيه مجهود رهيب يعني وقفت مع كلمة لعباس محمود العقاد في الكتاب تحت عنوان الإنسان المستقل بيقول فيها عباس محمود العقاد كن شريفا أمينا لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة بل لأنك أنت لا تستحق الضع والخيانة الضع عكس الشرف والخيانة عكس الأمانة ناقل دكتور الشريف عرفها في الكتاب ده قول عباس محمود العقاد إن الإنسان يمارس الأخلاق لأنه هو يستحق بينه وبالنفسه يكون صاحب أخلاق بصوا يا جماعة كل واحد فينا جواه إنسان تاني بيحلم يكونه الإنسان التاني اللي جواك اللي أنت بتحلم تكونه ده المتخصصين سموه future self الشخص اللي أنت عايز تكونه في المستقبل وبعض المتخصصين بيسموه الإنسان القدوة اللي جواك الإنسان القدوة اللي جواك ده حاجة من الاتنين يما بيبقى شخص معين نفسك تبقى شبهه يما بيبقى مجموعة من الأشخاص محطوطين جواك مركبين شخص واحد فنفسك في أمانة فلان ونفسك في قوة فلان ونفسك في طيبة قلب فلان ونفسك في اهتمام فلان بالرياضة ونفسك في اتباع فلان للموضة كل ده بيكون جواك شخص بتأمل تكون عليه ويعمل جواك كده نسيج من القيم معينة أنا عايز أعيش بالقيم دي والقيم دي هي اللي بتخلي البنية دم يشعر نليقي ما في الدنيا وكل ما الإنسان يتمشى مع القيم دي يعني أنا مثلا عايز يبقى عندي صدق وأمانة وشهامة وجدعانة وعايز أصلي وعايز أبقى طيب وعايز أبص للناس نظرح نينة مجموعة صفات كل ما امشي على اللي أنا متفق مع نفسي عليه كل ما يحصل لي اعتزاز بنفسي وأبقى حاسس أن أنا راضي عن نفسي بيسموها تحقيق الذات أبقى حاسس كده أن أنا متطابق مش بخون نفسي فاكن لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون من ضمن الأمانات اللي ما بيننا أمانتك بينك وبين نفسك أنا في المشهد ده شخصيتي المفروض تكون كده كل ما حصل اتساق افتكر تعبير اتساق ده حصل اتساق وتطابق بين المشهد واللي كان نفسك تتصرفه والتصرف اللي انت عملته كل ما تبقى عندك نوع من السكينة كل ما الإنسان يخون قيمه وفي المشهد ده يأثر وما يتصرفش بالطريقة دي كل ما يحصل خبطة كده في اعتزازه بنفسه وثقةه بنفسه وحاجة اسمها تقدير الذات لما حط دماغي على المخد ده كده أنا حاسس ان الإنسان ليه قيمة أو أنا زعلان من نفسي قوي أنا النهاردة ما كنتش كده ناس اللي قلوبها رائية دايما عندها الترمومتر بتاع إياس تقدير الذات دايما ما صح صح كده أنا النهاردة كنت أتمنى إن أنا بقى متسق مع اللي أنا قيله على نفسي في التصرف في الموقف ده أنا ما كنتش جدع عباس محمود العقاد بيقول كده بيقول لما تتحط في موقف قد لا يستحق من أمامك أن تكون أميناً أو أن تكون شريفاً أنت تعامل بالشرف والأمانة لا لأن الناس يستحقون بل لأنك أنت لا تستحق أن تكون وضيعاً أو خسيساً أو خائناً وانت ممكن تمشي في شارع من الشوارع تلاقيه مليان قمامة والناس عملت ترمي أنت تستحق أن تكون مش من الناس دي أنت تستحق أنك أنت ما ترميش زبالة في الأرض لما تروح بيتك كده وتيجي يحصل لك مراجعة كده أنا مشيت في شارع مش نظيف بس اللبانة اللي كلتها ولا كيس اللب اللي كنت باكله ولا الكليناكس اللي أنا كنت باعمل به حطته في جيبي شايف الحركة دي بتأثر جداً في قلبك وانت بتاكل الموزة كده وتقوم ماسك القشرة في أديك وماشي بيها في الشارع كيلو لغاية ما تلاقي زي صندوق قمامة انت فاكر أن ده مش مؤثر ده بيخليك عندك قمة الثقة في نفسك وقوع تفتكر أن الحاجات دي قلبك ما بياخدش باله منها ده انت الحاجات دي بتبني بناء الثقة بعد كده إنما حصل لك مشهد كبير في حياتك هتلاقي الثقة اللي تقومك لأنك أنت عملت بني ثقتك في نفسك باتساقك مع قيمك الداخلية النهاردة ممكن يكونوا اتنين مثلا بيفترقوا في شراكة في طلاق في أيا كان فواحد منهم يعمل تصرف مش كويس التاني يقول أنا ما استحقش أن أنا باللفظ المصري أعمل الحركة اللي فيها نوع من الدنو ده أنا مش داني كده أنا مش بعمل الحركة اللي أنا أسف في كلمة اللي فيها وطوة بالطريقة دي لا أستحق من نفسي أن أنا يتكتب في السي في بتاعي قدام نفسي أن أنا عملت الحركة الوحشة دي فالإنسان المتسق مع قيمه هو أكثر الإنسان سعادة وسكينة عشان كده صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخل من خانك الله ما نمشي بالموضوع أدي الأمانة لمن ائتمنك وخل من خانك ما هو يستحق قال لك بس أنت ما تستحقش تستحقش أنك تبقى بتتخابث وبتعمل مشهد كده في نوع من السرقة والخيانة أنت أكبر من كده قدام مين؟ قدام نفسك لأن في بينك وبين نفسك عهد خيانة هذا العهد بتكسر حاجة جوه النفس الكلام ده قالوا علماء النفس لما تكلموا على أسباب تقدير الذات عشان كده في كتاب إنسان بعد التحديث لما نقل دكتور شريفة عرف كلمة عباس محمود العقاد جات لي الفكرة دي أن أنت لازم في رحلة حياتك دايما تبقى بتراجع هو أنا متسق مع قيمي ولا لا لأن فيه واحد مهزوز وسر هزته أنه بيخونك قيمه هو عارف أنه مش المفهود يجذب لما بيتزنق وبيجذب وبعدين بيفتكر كده وبعدين يبرر وأعمل إيه ما أنا اضطرت أعمل حاجة زي كده الصالحين ما يعملوش كده الصالحين لو خان قيمه يتوب لربنا ويعتذر ويشكر ربنا أن لسه ضميره حي وبيقوله أنت ماشي غلط قال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر الذنب حاجة بتوجع كده حي الضمير الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس بس أنا اطلعت أنا كإنسان لما غلط قل بيقال لي أنت مشيت غلط ساعتها دي لحظة التوبة ورجوع إلى الله ورجوع إلى النفس يا نفسي أنا آسف أني حطتك في المشهد الدنيئ ده فراجع اتساقك مع نفسك وربنا ياخد بأيدينا لو اللي قدامك ما يستحقش أنك تبقى كريم أنت تستحق وكما قال صلى الله عليه وسلم افعل المعروف إلى من هو أهله فإن لم يكن أهله فأنت أهله أنت أهل أنك أنت تكون كريم مش بخيل لطيف أنت أهل أنك أنت لما حد من حبيبك يبقعد معك مش مهتم بيك أنت تهتم بيه عشان أنت لما تبقى نعمى نفسك لوحدك تشعر أنك أنت إنسان متسق مع قيمك ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا من ضمن الأسئلة اللي جات لي مبارح وقلت أن أنا هجاوب عليها النهاردة هو سؤال واحدة بتقول أنا كره فكرة الدنيا والحياة والأخرة والحساب والجنة والنار نفسي أرجع للعدم مش يأس ولا خوف لكن الأحسن نحن ما كناش نتخلق شوفي يا سيدتي الكريمة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل ربنا سبحانه وتعالى اختار أنه يخلق أرواح معينة تبقى عنده إحنا عندنا في عقدتنا كمسلمين أن ربنا خلق كل الناس في عالم اسمه عالم الذر كلهم كانوا أرواح عند ربنا موجودين لغاية يوم القيامة عند ربنا ثم من عالم الذر اللي عند ربنا كل شوية واحد يطلع لعالم الوجود النهاردة فيه كم طفلة ولده طلعوا من عالم الأرواح لعالم الوجود ربنا سبحانه وتعالى في الوقت اللي هما في ذر لم يكن شيئا مذكورة هل أتى على الإنسان حين ومن الدهر كل الأطفال التي تولد بكرة النهاردة هل أتى على الإنسان حين ومن الدهر لم يكن شيئا مذكورة حسن الله يتولد بكرة هو النهاردة أو من عشرين سنة لم يكن شيئا مذكورة ثم سيأذن ربنا وسيشاء ربنا وسيقدر ربنا ما يراه الله الأصلح والأنفع والأفيد والأكرم لأنه لا يفعل إلا كل جميل فلو ربنا يا صاحبة السؤال ويا كل من تستمعني لو ربنا خلق أكل رحلة معينة ارضى بيها وسلم بيها وعيش الرحلة خلق الصحابة على فكرة ممكن الصحابة كان يدخلقوا خمسين سنة بدري فمثلا سيدنا النبي ييجي يكون لسه سيدنا وذكر ميت مثلا من سنتين يبقى فيه واحد تاني هو لصاحب النبي لكن أراضي ربنا سبحانه وتعالى أنه يخلق الصحابة الجيل النبي فيعيشوا الحياء اللي خضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتاعب اللي فيها وبالأفراح اللي فيها وبالخشوع اللي فيها وبالمقاسي اللي فيها ربنا اخترهم لهذه الحياة وفيه أجيال ربنا اخترها لحروب وعشتها وفيه أجيال خلقت وتولدت في حياة هادئة وبلاد هادئة ورخاء من العيش وفيه أزمنة كان فيها أشياء طاحنة في الأكوان عيش اللي ربنا اختاره عيش وده أحد معاني الاستسلام والرضا إن ربنا حطني هنا في الزمن ده دورك إيه؟ دوري بقى رد الفعل المتناسب مع أقدار الله أن أعيش على مراد الله في أقدار الله التي لا أستطيع أن أغيرها إنما أستطيع أن أأخذ رد فعل معاها يتناسب مع رضا ربنا عني فبقى عشت عبد ومت عبد وأبعث عبد بين يدي الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فيا سيدة الكريمة يا صاحبة السؤال مش كما خلقناش؟ لا الأحلى أنه خلقنا لأنه لما طلعنا من العدم طلعنا لمكان نعرفه سبحانه وتعالى فيه وإذا كان الناس يقول معرفة الرجالة كنز ما بالك معرفة ربنا سبحانه وتعالى فنرضى بما يفعل ونرضى بما قسم وهكذا يكون العبد دائما مع الله ومن الله وإلى الله بعتذر النهاردة عن تأخر في خطرة الفجر موضوع خطرة الفجر خليك متسق مع قيمك وتعامل بقيمك حتى لو اللي قدامك ما يستحقش لو اللي قدامك ما يستحقش أنت تستحق أن نفسك تشوف أفعالك متسقة مع قيمك فيبقى عندك سكون ورضى على النفس وصلي اللهم وسلم وبارك على رحم المساكين والحمد لله رب العالمين سلام عليكم اشتركوا في القناة